السلام عليكم طلاب الصف الثالث متوسط بهذا الفيديو راح نحل صفحة 46, 47, 48 اي تمرين مو مهم ما اقرأ وبالنشاط حل قراءة ترجمة فقط ماكو اي شرح الشرح يكون بكتاب الطالب نبدو بصفحة 46 اختاروا الاجابة الصحيحة الموضوع هذا موضوع F الشرطية بزمن الماضة البسيط و F الشرطية بزمن الماضة البسيط نستخدمواياها would if there were no spiders in the world إن لم تكن هناك عناكب في العالم كريم would be happy لكان سعيدا كريم لكان سعيدا من عرفنا كريم لكان سعيدا؟ اكو ملف استماع بالدرس الرابع بالوحدة الاولى بكتاب الطالب رحت للملف وسمعته وعرفت بأن كريم يكره العناكب وقال آني أكون سعيد لو كان ماكو عناكب بالعالم فهذا الجواب يكون صحيح أما قواعديا تقدر تختار هذا الجواب وهذا الجواب بس لأن هنا أنا حشى على كريم كريم ما كان يحب العناكب فاختارنا هذا الجواب نقطة ثانية إن لم تكن هناك عناكب قواعديا الإجابتين صحيحات بس مثل ما قلت لكم بالملف الصوتي كريم قال أنا أكره العناكب وأتمنى يكون ما موجودات فرجع صاحبة قال له لو ماكو عناكب تشاءكو هواية بعوض لأن العناكب تاكل البعوض هذا كان قصده والبعوض يسبب أمراض للناس فيكون هذا الجواب إن لم تكن هناك عناكب لكان هناك الكثير من البعوض نقطة ثانية إن لم يكن هناك بعوض في العالم القليل من الناس سيمرضون ما قلنا الكثير من الناس سيمرضون قلنا القليل من الناس سيمرضون ليش؟ لأن البعوض هو يسبب الأمراض فقلنا قليل من الناس أما قواعدي عادي تختار هذا الجواب مو مشكلة بس الكلام المنطقي هذا نقطة ثانية إذا قليل من الناس تمرضوا لكان هناك أمراض أقل في العالم إذا كانت هناك أمراض قليلة في العالم لعاشة الناس حياة أطول وحيوات صحية أكثر أوكي؟ ننتقل للثمانين البعضة لو كان صلاح يملك الكثير من المال لذهب بعطلة حول العالم جمال لبدأ عمله الخاص به إذا كان لديه الكثير من المال إذا جمال كون الكثير من المال من عمله لكان بيته يحتوي على حوض سباحة لو أنا كنت صديق صلاح لأخذني بعطلة أيضاً صلاح would live in جمال's house لعاش صلاح في بيت جمال if جمال went aboard to work لو جمال ذهب بعيداً إلى عمله نجل بعدها نشوش عدنا أيضاً أخوان هاي على F الشرطية بزمن الماضي البسيط باستخدام would حالة F الشرطية الثانية فذني هو حال الكيان ذني الحال الكيان ما راح أقراهن قدامك نبدأ بالما حالهن if معناها حالة نفي معناها أنفي وهنا أنا عندي موضوع F الشرطية بزمن الماضي البسيط باستخدام would بزمن الماضي البسيط شلون أنفي الجملة شلون أنفي الفعل شلون أنفي أنفي باستخدام didn't ما صحيح؟ إذن أقول didn't وأجيب الفعل مثل ما هو تمام؟ if I didn't play football إذا أنا ما ألعب كرة قدم I play هنا أنا أهم أكو خطأ شن الخطأ؟ الخطأ ما استخدم would عندي F الشرطية بزمن ماضي بسيط استخدموا ياه would مصحيح؟ فأجيب الود وplay أجيبها مثل ما هي basketball I would play basketball إذا ما ألعب طوبة للعبت كرة السلة if I grow هذا فعل مضارع مصدر أنا عندي F الشرطية بزمن يا زمن زمن الماضي البسيط بزمن الماضي البسيط الفعل شن يكون؟ يكون فعل ماضي فgrow المضارع grow الماضي wings إذا أنا نمتلي أجنحة أجنحة I would أجيبها من يمي would fly around the world I would fly around the world لطرت حول العالم لحلقت حول العالم if I not use شونا فيها بزمن الماضي البسيطة الجملة didn't use لم أستخدم هاتفي المحمول كل يوم I would get جيبتها would من يمي gets bored very quickly لمللت أو لغجرت بسرعة أكبر if I buy الباي شو أسوي لها؟ مضارع أسويها بالماضي عندي زمن ماضي بسيط جملة زمن ماضي بسيط فعل ماضي حلو وش أحتاج أيضا؟ way if أحتاج would لو كانت جملة زمن مضارع بسيط شاستخدمت will بس مثل ما أشوف هو طالب من عندي هنا أنا شيني؟ جملة زمن ماضي بسيط وأستخدم would زمن ماضي بسيط if زمن ماضي بسيط would أوكي؟ تذكروا هذا الحاج if I buy سويتها bought الماضي مع buy لو أنا اشتريت a new video game لعبة فيديو جديدة I would let كان خليت my brother played يلعب أوكي؟ نجل هذا يشوف شاعدنا هنا أنا أخوان جايب لك جملة وإذاك تستخدم if وتستخدم would تمام؟ من يمك أنت تسوي جملة باستخدام if واستخدام would فهاي الجملة هو حالها الحال هن ما أقراهن نجل ما حالهن we didn't have cards لم تكن لدينا بطاقات أو أوراق هاي اللعبة ما الأوراق تقصد عليها فأقل if we didn't have cards إن لم تكن لدينا أوراق we would شوف استخدمت would have to find another game to play لكان علينا إيجاد لعبة لعبة أخرى لنلعبها أوكي؟ فهنانا أخوان الجملة سويها أنت الجملة اللي ببالك خليها بس كنت تستخدم هذا الحج أوكي؟ وتستخدم if وتستخدم would if يجيك وراها فاعل وفعل ماضي إذا كان منفي فتقول didn't وdidn't الفعل اللي يجيك وراها شني يكون مصدر مضارع تمام؟ وتستخدم فاعل would أوكي؟ وورا الود أيضا يجيك مصدر تذكر هذا الحج we didn't have plants لم تكن لدينا نباتات فأقلت لي if we didn't have plants لم تكن لدينا نباتات our world عالمنا would be a lot less lively today عالمنا لكان عالمنا أقل حياة اليوم people ate less meat الناس أكلت أقل لحوم أو لحوم أقل if people ate less meat إذا الناس أكلت لحوم أقل it would be good لكانت جيدة for the environment للبيئة and animals والحيوانات i didn't have to go to school لم يكن علي الذهاب للمدرسة فاستخدمنا if نزلناها جملة مثل ما هي i would spend my time exploring new hobbies لقضيت وقتي باكتشاف الهوايات الجديدة أوكي طبعا الجملة الثانية الجملة الثانية من اختيارك انت انت تكونها مو إلا هذا الحات تجيبه كيفك أوكي نجي للصفحة البعد الصفحة البعدها على الدلس الخامس بالوحدة الثالثة على هاي القطعة مالة الصقر والبدو أوكي فهنا نسألك أسئلة عليها قال لك which animal is faster than any other living thing أي حيوان أسرع من أي شيء حي آخر the falcon الصقر when did the bedouin learn to catch falcons متى تعلم البدو to catch falcons صيد الصقر فتقل له more than a thousand years ago قبل أكثر من ألف سنة what did the bedouin live on before falconry على ماذا عاشوا البدو قبل هاي falconry إخوان هاي من يطيرون الصقر على مود يسدلهم طيور أو حيوانات صغيرة هاي يسموها falconry فأنت بترجمة اكتب صقارة أو اكتب الاصطياد بالصقور كيفك المهم أنت فهمتها هي شنية على شنو عاشوا قبل الاصطياد بالصقور تقول dates milk and bread التمور الحليب والخبز ما كان طعامهم المفضل باستخدام الصقور الجواب يكون the large long-legged hubara هاي الحبارة أو الحباري الحبارة الكبيرة طويلة الأقدام هاي كانوا من يصدوها ينعنشون يكيفون طيبة كلش لحمة طيبة لماذا لم تقتل الكثير من الطيور؟ ليش؟ الجواب because the government has set up protected areas for bads لأن الحكومة أنشأت مناطق محمية للطيور تمام؟ نشوف إش عدنا بعد هاي أخوانا هنا أنا قايل لك reading skill مهارة القراءة understanding inferences فهم الاستدلالات هذا أخوان شني راح أعطيكم عليه مثال بسيط كلش فهم الاستدلالات أجي أقلك كمثال أو لفضحك تريده بكيفك أجي وأقل للواحد أقل لي يا باب تراح تدق بالسقف شفهمت من عندي؟ من قلت لي راح تدق بالسقف معناها قلت لي أنت طويل فهذا اللي قصده بفهم الاستدلالات فيقل لك يا باب الاستدلالات شي تلقى بالجملة وتفهمه بس الجملة ما قايلته كمثال لديه اثنى عشر صقر خمس سيارات وثلاثة بيوت شنو معناها؟ عنده ثلاثة بيوت خمس سيارات واثنعش صقر شنو معناها؟ معناها He is rich هو غني منطق هنا فقرة الأولى بالدرسة الخامس بالوحدة الثالثة هسا لحلنا عليها هاي الأسئلة القطعة مال الصقر مال أسرع شيء حي بالفقرة الأولى بالقطعة هنانا راح نجاوب على الاستدلال مالتنا القطعة ما قايلة هذا الحج ما قايلته بس اللي فهمنا من القطعة هذا يقلك الكاتب يعتقد بأن الصقور هي حماسية للمشاهد الفقرة الثانية The Bedouin والبدو كانوا unhappy غير سعيدين with their diet مع نظامهم الغذائي before falconry قبل الاستياد باستخدام الصقور الفقرة الثالثة falconry today is هاي الفقرة الأولى الثانية الثالثة بيمن بالقطعة مثل ما قلت لكم والصقر الاستياد بالصقورة اليوم هو أكثر حماسة أكثر راحة لو أقل حماسة بس أكثر راحة الجواب هذا أقل حماسة بس أكثر راحة أوكي لحظة أن أكمل هذا الفيديو أتمنى أن تكونوا سباتة من عدة تنكي وبعي سيئة ترجمة نانسي قنقر